السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معي النهاردة في قناة مامة عالية نقدم فيديو جديد عن غسالة الاطباق تتابعوا وتشوفوا معانا ان شاء الله ناس كتير كانت بتسأل ان الرف اللي فوق هل هو بيطلع ولا مش بيطلع ازاي ان هو على جريات ولا لا فانا حبيت ان انا وريكم ان هو الرف هنا ثابت على جريات للاخر بحيث ان هو بيطلع وستوب بيوقف عند الجراية اللي جوه دي مش بيتحرك لكن هو بيطلع معاكي كل البرة لو انت حطى كل حاجة ولكن انت بتحط فيه فوق الكبيات والازاز والاطباق الازاز والحاجات الصيني اللي هي ما بيتكونش محملة قوي يعني ما تحطيش معين تكون تقيلة قوي فوق مثلا اروح كاية حطى تواجن فوق او حطى حاجات تقيلة لأ دي الحاجات الرف اللي فوق للازاز والحاجات دي زي دي الاستندات اللي بتبقى في الجناب دي لو انت مش محتاجاها بترفعيها على الجنب كده عشان توسعي مساحة كمان وكمان ممكن تفرديها لو حب ان انت تشبكي فيها المعالق او الحاجة. انا دايما بستخدمها ان انا حط عليها المعالق الكبيرة والحاجات مش بنزلها فيها بحطها من فوق. كمان انا ممكن استخدم الرف اللي فوق ده ان انا حط الاطباق بالمنظر ده. يعني ان انا حطها آآ آآ ارصها كده من غير ما انا احطها في مكانها العادي. فانا النهاردة عشان عندي رصة كوبايات كتيرة بقى ومحتاجة ان انت متل الكوبايات فانا حبيت اوريكم رصة جديدة ومختلفة بالنسبة بقى للرف اللي تحت الرف ده بيطلع كله مرة واحدة يعني انت تقدر تطلعيه ومش حكاية ان انت هتقولي هيطلع وهاخصله لأ هي الغسالة بيخصل مش محتاج انا هو مش محتاج اساسا الا لو انت لقيت كل فترة كده اسبوعين ثلاثة بقماشا نظيفها امساح الغسالة ولماعيها بحيث من الرواسب اللي جوة والفلتر والحاجات دي مع بعضها انا هنا رمي قطعتين لمون لان بسرعة يعني مش متعمدة هو انا كنت استخدمت لمون عادي وبعدين رميت القطعتين ايه اسناء الغسيل بحيث ان انا لقيت فعلا في الاخر ان في ريحة لمون في الغسالة وفي الاطباق كده زي البريل اللي باللمون والحاجات دي اللي هما بنغسل بيها الرف عايزة تطلعيه بره بتطلعيه عايزة تركبيه بتحطيه زي ما هو عادي الرف اللي تحت طبعا بيكون معه باسكت الباسكت ليه كفر انك تحطي فيه معالق وفيه حاجات رفاية صغيرة ممكن تحطي فيه بس انا مش بحط الكفر ده لانه بيبقى دي على بعض المعالق والشوك او السككين فدايما بحطه من غير الكفر ده وبيشيل حاجات كتير ده انا عندي معالق قليلة جدا او بسيطة مش محتاجة الرف ده او السبت ده حطوا على الرفوف اللي فوق دي في الفراغات بتاعتها طيب هبدأ ان انا ارص الكوبايات بتاعتي وان انا ممكن مكان الكوبايات دي ممكن ارص الاطباق بتاعتي يعني لو انا ما عنديش كوبايات كتير ارص الاطباق مكانها هتلاقيها زي الصفاية بالزبтра اخذي بالك ان كل الكوبايات لتحت يعني هنا الكوبايات دي انا حطتها كده ان هي لفوق لكن انا هعدلها ان هي لازم كل حاجة اللي تكون لتحت او بميلا آآ في كمان الناس اللي مش مقتنعة بحكاية الحلة جوى حلة او البولة جوى البولة فانا آآ دي حاجة فعلا انا جربتها يا جماعة آآ مش هقولك تكونوا حلتين جوى بعض لدرجة ان ما فيش منفذ للحلة اللي افوقيها لأ بتحطي زي الطبق البولة دي وطبق آآ صغير وتحطيهم بميلة تحطيهم آآ على وشهم لتحت زي ما تحبي المهم ان هو البولة اللي جوى الطبق تكون البولة اللي من فوق اكبر من اللي تحت يحسن اللي تحت تكون صغيرة فتقدر المية زي ما هتتخد البولة الصغيرة تطلع تخسل البولة اللي جوها وتخليها بميلة طول ما انتي بتروسي في المطبخ وبتخسلي في مواعين وكده طريقة الراس معاتي هتختلف يعني هتلاقي مرة بتحطي ده هنا لا ده هنا بعد ما تروسي هتشيل الكوباية دي الكنكا دي تحطيها هنا راحتك خالص وباكد لكم ان الغسالة رهيبة جدا جدا في تلميع الاستنلس يا جماعة رهيبة فعلا يعني بتخلي الاستنلس يعني انا من الناس اللي مش بتحب اوي استخدام الاستنلس ولكن لما بدأت ان انا استخدمها عشان الاولاد وكده اطبع يتكسر في الحقيقة رهيبة ان هي بتلمع الاستنلس كويس جدا الكوبات الاستنلس صانية انا انا بدخل صانية تقريبا مقاس تمانية عشرين آآ استنلس آآ رهيبة بلاقي كده فانا مثلا هنا ممكن لو انا حب ان انا احط اطباق تحت هجرب لان انا هستخدم برنامج درجة حرارة قليلة زي ما انتو شايفين طبعا انا بدأ الرف اللي فوق يتعبى معي خلص كبايات كانت حملة كبايات تقريبا عندي كنا مقلصين كل الكبايات في اليوم ده آآ وبدأت ان انا احط الاطباق تحت لو طلعتوا الاطباق الاستنلس والازاز وكده في ناس ممكن درجة الحرارة لو استخدمت برنامج عليه ده لو الصيني او الحاجات مش نوع حلو قوي لكن لو نوع ضعيف او حاجة ممكن لقدر الله يتكسر لكن آآ انا هنا حطيته وحب اوريكم هنا ان انا جربت ان انا اخسل حاجة الومونيوم اللي هي الكنكة الصغيرة دي الومونيوم فحبيت ان انا اجربكم اجربها معاكم هي مش هتأثر على الغسالة خلي بالكم مش هتأثر خالص كل هيحصل ان الكنكة لونها هيطفي يعني هطفي بس مجرد ما هتبعك هيه هتفصل وانا هنا حطيت صنية زي ما بوردكم طبعا هنا انا فعلا يعني الكبايات بقى كانت كتيرة وشفتوا ازاي باستخدم وبحط بشيل طبق وبحط تحته واستخدم كل الاماكن المتاحة عندي والمجات الصغيرة والكبيرة وبشيل وببدل وبغير يعني الطبق اللي سنلس اللي فوق غطى الطبق اللي تحته بحيث ان هو المية برضو هتوصله وهوريكم النتيجة باذن الله اه طبعا بصوا شوفوا مليان ازاي يعني اللهم بارك اه طبعا وانا بأكد لكم ان الكنكة للالمونيوم هي مجرد ان هي هتطفي مش هتأثر على الغسالة في حاجة يعني ما تخفيش بس انا حبيت ان انا اوريها لك بس ما يستحبش ان انت تحطيها عشان احنا بنحب الحاجة تلمع قوي يعني وندعك بالنسبة بقى للمسحوق احنا برضو اكدنا ان المسحوق طبعا لازم المكان يكون ناشف ومتناشف كويس اما بقى المسحوق على حسب ما انت عايزة يعني انا هنا عشان موعين كتيرة وعايزة يتلمع زودت معلقتين بالضبط بالمعيار بتاعي وهختار برنامج الخمسين درجة ده عشان اه حبيبتنا اللي سألت هنا بقى انت بتقرري هتشغلي اني برنامج ازا كنت يحطى موعين كتيرة وتستحق الدهون والجودة وتسقيلة ومش عارف ايه فهنبتدي ان احنا نختار برنامج يتناسب مع الغسالة ومع الموعين المحطوطة انا مسلا بالنسبالي اول ما هشغلها انا طبعا شرحنا موضوع البرامج ده قبل كده زي برنامج الرجع ساعة اللي هو عليه الرشاز ده اول بيعض بالضبط اربعتاشر دقيقة ومش بيفتح الباب يا جماعة خلي بالكم مش بيفتح لوحده لكن الخمسة وستين ده اللي هو عليه على ساعة مش ساعة بيقعد بالضبط اربعين دقيقة اللي فوق اللي هو درجة حرارته عالية سبعين ده بيقعد حوالي ساعتين ونص والاتنين اللي هو الخمسة وستين ده بيقعد انا نجرب شغر مرة يعني فتقريبا ثلاث ساعات الا الايكو ده بيقعد ساعتين ونص وده جربته مرة برضو ولكن هجربه النهاردة عشان فيه اه حبيبة معانا زالتنا هل البرنانك ده بيكون فيه في الاخر قطرات مية ولا لأ فانا عشان مش متذكرة فانا هجربه معاكم وهقول لكم ايه لها بيحصل طبعا الغسالة لما نيجي نفتحها ناكد برضو انها هنفتحها من النص النسبة بقى لحتة المسحوق كل غسالة بتيجي بيقى فيها الصورة دي اما بقى فيري بلاسانيو من وقت او فانش او حاجة ان هنا الغسالة عندي فيها والحاية هو رهيب هو اعلى حاجة في المنظفات للغسالة دا الاطباق اه اما تفتح الغسالة وتلاقي فيها مية متصفية باقي اكل بسيطة مش عارف ايه ما تعليش كل ده هيروح في في الغسيل الغسالة هتتجسل نفسها وهتفتح تلاقيها بتلمع خالص مجرد ان انت هتعمليه بتخسيل الصفاية والفلتر وما تيجي تقفلي تأكده من النص وتختاري البنامج اللي انت عايزاه وهنا الغسالة بدأت تخلص بعد الوقت ده كله وطبعا بقى يعني مش قادر اقول لكم ريحتها جميلة الدرج مفتوح وفاضي ازاي ونظيف قاطرات مية بسيطة في مكان في الدرج زي ما شوفنا يا حبيبتي معانا اهل لو متابعانا الام كمان ما اصطرش على درجة الحرارة من تحت اللي كانت كعملة ازاي الكبيات يعني والريحة جميلة اللي منتين عاملين مفعول يا جماعة تحت اه ما شاء الله فما تنسوش ان انتو تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو او مرة تشوفونا انا طبعا بعد ما الغسالة وقفت طبعا درجة الحرارة بتكون سخنة خلي بالك فاحنا بنسيب الموعين تبرد شوية فيها لان هي بتكون في مرحلة تعقيم فمحتاجة ان هي تتعقم كمان اه ببدأ ان انا اشوف اشيل الموعين فانا كنت الاسف برفع بسرعة لان كان جاني حد وكنت مستعجلة فانا بعتذر لكم جدا انا كنت عايز اوار لكم الحاجات كلها لكن ما شاء الله والله بامانة يعني الحمد لله حاجة كلها طلعة ترتيبك لكل حاجة مطلعة لك كل حاجة زي الفل طلعوا في حاجة جبيرة من فوق وتحتها حاجة صغيرة اصغر منها فبتبدأ ان هي تنظف طبعا كانت الالمونيوم اولهي زي ما احنا شايفين ان هي لونها بيطفي البولات دي كانت جوة بعض طبعا فسوا كل ده كانت جوة بعضو ازاي فالحمد لله نضيف اللهم لك الحمد مشكركم جدا على المتابعة وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم وباذن الله استنونا في فيديو جديد تحياتي ليكم